40 دقيقة من الحياة هي القصص كلها عبارة عن 45 دقيقة زمانها اللي بتتكلم عنه الأستاذة مونة طبعا هي مهندسة في المقام الأول وهي مزجة ما بين شغل الهندسة وما بين الهواية أو الكتابة فزي ده أثر في ده وزي ده أضاف لده هنعرف منها القصة والتفاصيل بإذن الله أهلا بيك يا فنة أهلا بيك منورانا ومشرفانا ربنا خليك شكرا جيد احنا عايزين نعرف مبدئيا فكرة التحول من الهندسة للكتابة هو لسه مزال الاتنين موجودين لا هو لسه مزال الاتنين موجودين وهي البداية معايا كانت إن الكتابة كانت هواية أو شغف وبعدين حصل تفاصيل كتير جالي علامات كتير يعني وقلت لازم أخذ التجربة وحصل وبعدين نشرت المجموعة وبعدين المجموعة كان صداها إيجابي وطيب وبعدين لقيت نفسي بس سلر في أماكن كتير فالتجربة مفاجئاني عن نفسي زي ما بشوف برضو الباقيين لما بيقروا المجموعة الناس بتبقى متخيلة إن الشخص طالما هو مهندس أو دكتور ما بيشوفهوش في أي ثوب آخر وده ما بيبقاش دقيق لأن هواياتنا وشغفنا مش شرط يكون لعلاقة بدراستنا وده حالتي بالزبط طيب إحنا عندنا بقى الرصيد بتاعنا الأدبي قد إيه بص أنا بقالي فترة بكتب مقال أسبوعي في مجلة روزا اليوسف ده مجلة عريقة مجلة عريقة والحقيقة إنها الكتابة فيها هي اللي بديتني الجرأة إن أنا أنشر المجموعة وبعدين بس الكتابة الصحفية بتختلف عن الكتابة الأدبية طبعا أنا بكتب مقال في المجلة أنا بكتب مقال قبل كده كنت اشتركت في مصابقة قصة قصيرة وكسبت واتنشر لي قصتين قصيرتين في كتاب نزل في معرض الكتاب الماضي وبعدين نشرت كشكول المجهود الشخصي وفي غضون أسابيع هينزل مجموعة مشتركة ليه فيها ثلاث قصص ما شاء الله كويس طب النهاردة عايزين نتكلم بقى على المجموعة القصصية دي أنت قلت إن هي مستوحة من كشكول المدرسة والحصة الدراسية اللي هي مدتها 45 ديئة عايزة عرف الرابط ما بين ده وده بص أنا متيمة بجيل السبعينات موليد السبعينات دول أنا شايفة أنه هو جيل وسطي منتصف عاش القديم وعصره ومتواكب مع الجديد يعني أنا من الجيل ده وفاكرة القديم وعرف أكمل في الجديد ووحنا نفس الجيل احنا يعني خدنا الحسنيين زي ما بيقول ده حقيق عشتي هنا وعشتي هنا خدنا الأفضل من العالمين كشكول المجهود الشخصي ده كان كشكول الفروض المدرسية على أيامنا كان اسمه كده وكان كشكول بتحل فيه الواجب لأكتر من مادة عادة كانوا بيبقوا مادتين كنت تحط الكشكول من الشمال تحل مادة وتقلبه من اليمين وتحل مادة تانية أو تيجي من النص تقسيمه من الأول للنص ومن الآخر للنص لمادتين الكشكول ده كان بيتحط في الحصة اللي مدته 45 دقيقة وده متطابق تماماً مع مجموعة القصصية اللي مقسومة جزئين جزء بالعربية الفصحة وجزء بالعمية المصرية وكل قصة فيهم على انفراضها بتتم في 45 دقيقة هو انت بتستهدفي مين بالمجموعة أصلاً هل في فيه عمرية معينة